الزنجبيل آية عجيبة من آيات الخالق سبع فوائد مذهلة تعرف عليها الآن ولن تترك هذا المشروب الرائع بعد اليوم أخي الحبيب أولا يجب أن تعلم أن الله لا يذكر شيئا في كتابه عبثا ويسقون كأسا كان مزاجها زنجبيلة لماذا الزنجبيل موجود في الجنة؟ المشروبات في الجنة بنكهة الزنجبيل لماذا؟ العلماء يكشفون سبع أسرار مذهلة لهذه المادة الرائعة التي مؤظمنا يغفل عنها حقيقة الفائدة الأولى أيها الأحبة فوائد عجيبة بالنسبة للدم الدم يجري في عروقنا عندما يكون نظام الدورة الدموية لديك ممتاز فاعلم أن جسدك بصحة رائعة لأن الدم يدخل إلى الدماغ إلى الأعضاء مضخة القلب لها دور أساسي فالزنجبيل ينشط عضلة القلب وينشط الدورة الدموية ويساعد على تخفيف الكوليسترول الضار في الدم كل هذه الفوائد في ثمرة الزنجبيل المباركة طيب اليوم نعلم أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفيات حول العالم ولكن المشكلة ليست في الموت لأننا كلنا سنموت المشكلة أن نعيش حياة طيبة حياة هادئة حياة فيها صحة فيها نوع من الهدوء خالية من الآلام والأمراض الزنجبيل يساعد الدورة الدموية ويساعد جسدك على أن يكون أكثر نشاطاً وقوة وصحة الفائدة الثانية أخي الحبيب خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم والمساعدة على الوقاية من مرض السكري تقليل نسبة السكر في الدم طيب ما هي الآلية التي يعمل بها الزنجبيل الزنجبيل أيها الأحبة فيه تركيبة فريدة في داخله مجموعة من المواد يطلقها الزنجبيل في الجسم فتبدأ بإصلاح الأعطال تبدأ بإصلاح المشاكل تدخل إلى كل أعضاء الجسم وبخاصة البنكرياس المسؤول عن موضوع السكر والإصابة بالسكر وبخاصة من النوع الثاني الذي يصاب به الكثيرون اليوم بسبب ضغوط الحياة بسبب النظام الغذاء الخاطئ بسبب تناول ما يسمى بالمشروبات الغازية والوجبات المصنعة والأكلات السريعة وإلى آخرين فكل هذا يسبب مشاكل في آلية أو في نظام سكر الدم يأتي هذا الزنجبيل ليقوم بدور رائع جدا في وقايتك من السكر الفائدة الثالثة الوقاية من السرطان الزنجبيل أخي الحبيب ليس هو مجرد مواد كيميائية لا فيه معلومات في داخله هناك معلومات تفهمها الخلايا عندما تدخل جزيئات الزنجبيل بما فيه من مواد كيميائية ومواد طبيعية محملة بمعلومات تساعد الجسم على تنظيم انقسام الخلايا تنظيم عمل الخلايا تنشيط هذه الخلايا وبالتالي الاقلال من احتمال حدوث سرطان وبخاصة سرطان الرئة والقولون وسرطان الجلب مهم جدا أخي الحبيب حتى بالنسبة للذين لديهم سرطان يفضل أن يضع القليل من الزنجبيل ولكن لا يزيد عن ثلاثة إلى أربعة غرام في اليوم لأنك إذا تناولته بكميات كبيرة سيتحول إلى مادة سامة ثلاثة غرامات في اليوم ممتاز بقدر يعني ملعقة صغيرة مثلا تأخذها على مراحل مع الشرب مع الشاي مع اللبن الحليب مشروب الزنجبيل بالحليب مهم جدا منشط للصغار والكبار مع مختلف المشروبات ويفضل أن تتناول معه العسل لأن العسل أيضا فيه معلومات وفيه طاقة شفائية رائعة أيضا عندما يدخل العسل إلى الجسم يقوم بإصلاح المشاكل والأضرار والخلايا المهترئة الخلايا الشاذة الخلايا المريضة كلها ينشطها العسل ويساعد على التخلص منها وبخاصة إذا طبقت الصيام الصيام أنت تساعد جسدك على التخلص من السموم والمشاكل والأمراض الفائدة الرابعة تتعلق بالصحة الجنسية الوقاية من العقم المساعدة على الإنجاب تقوية نوعية الحيوانات المنوية وبالتالي مهم جدا لسلامتك الجنسية أن تتناول القليل من الزنجبيل مع أي مشروب تشربه في اليوم لماذا أخي الحبيب لأن سبحان الله يعني العلماء اليوم عاجزون عن تصنيع الزنجبيل الزنجبيل لا يمكن أن تحصل عليه إلا من الطبيعة التي خلقها الله مع العلم أنهم يعلمون أن فيه ماغنيزيوم وفيه بوتاسيوم وفيه كذا وكذا وكذا وفيه مضادات أكساد ولكن لا نستطيع أن نصنع مثله لماذا؟ لأن فيه معلومات شفائية العلم لم يتوصل لها ولكن العلماء يراقبون الإنسان عندما يتناول هذا الزنجبيل باستمرار يجدون أن عضلة القلب تنشط مستويات السكر في الدم تنخفض مستويات كوليسترول في الدم تنخفض الصحة الجنسية تتحسن طيب ما الذي يحدث؟ إذن هناك معلومات شفائية أو دعها الله في هذه الثمرة المباركة الفائدة الخامسة وبسبب احتواء الزنجبيل على مضادات أكسادة ومئات العناصر التي يحتاجها الجسم فإنه مفيد لمشاكل المفاصل والعظام المفاصل أيها الأحبة بعد سن معين تبدأ بالتآكل تبدأ بما يسمى بها شاشة العظام طبعا بعد استعمال 40-50-60 سنة يبدأ الجسم كله بالتنكس ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون فهذه المادة المباركة تستطيع أن تتناولها وبخاصة كبار السن لكي تقي عظامك ومفاصلك من مشاكل كثيرة يعني الزنجبيل يطيل عمر العظام يقي منها شاشة العظام هو بمثابة صيانة وتقوية لمفاصل الجسم الفائدة السادسة فوائد مذهلة للجهاز الهضمي قرحة المعدة مشاكل الإمساك مشاكل القولون العصبي كثير من الناس اليوم بسبب ضغوط الحياة يعاني من هذه المشاكل ما هو الحل؟ الحل قليل من الزنجبيل كل يوم تخلط به كأس الشاي الذي تشربه أو كأس مثلا بعض أنواع الحشائش والنباتات اللبن أو الحليب تمزجه بالزنجبيل وتتناوله أو زنجبيل بالعسل أيضا أو حتى ضمن وجبات الطعام تضعه على الخضار على اللحوم إلى آخره فهذا ضروري جدا أيها الأحبة لا تنسوه لأن فيه فائدة عظيمة لمشاكل الجسم كاملة وبخاصة مشاكل الجهاز الهضمي اليوم نحن معظم الأمراض التي نتعرض لها بسبب الجهاز الهضمي حموضة المعدة وقرحة المعدة ومشاكل القولون ومشاكل الأمعاء ومشاكل الهضم ومشاكل الإمساك المزمن إلى آخره كلها يعالجها هذه النبتة المباركة الفائدة السابعة والأخيرة التي أقترحها اليوم علاج التهابات الجهاز التنفسي سبحان الله يعني كأن الله عندما خلق الزنجبيل وضع فيه معلومات شفائية يدخل إلى الجسم كل خلل يصادفه ينظفه ويصلحه مضادات الأكسادة التي فيه تعالج الالتهابات الخلايا المريضة والهرمة يعالج يعني يساعد على التخلص منها الخلية الضعيفة الخلية الملتهبة أيضا يعالجها لأن هذه المادة فعلا فعلا هي مادة سحرية والقرآن لا يذكر شيئا عبثا بسبب فصل الشتاء نتعرض لنزلات البرد التهاب البلعوم الحلق مشاكل في الصدر بلغم كل هذا الزنجبيل يقضي عليه لذلك أنت لا تنتظر المرض منذ هذه اللحظة اشتري شيئا من الزنجبيل وهو متوفر والحمد لله ومادة رخيصة موجودة في كل مكان كل يوم عندما تشرب الشاي أو الحليب أو مشروب آخر ضع قليلا منه واستمتع بهذا الطعم الرائع وتذكر قول الله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا هذا الزنجبيل سيكون مزاج الشراب الذي ستشربه في الجنة إن شاء الله جميعا إن شاء الله نكون في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر